صغاري درسنا اليوم هو الدرس الأول من الوحدة الثانية وعنوان درسنا خط الأعداد تعرفنا سابقا أحباء الصغار إلى إشارتي الجمع إشارة لساوي أما اليوم سنتعرف إلى قصة خط الأعداد هيا الصغاري استمعوا إلى هذه القصة في يوم من الأيام خرجت الأعداد صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر من كتاب الرياضيات العجيب سألتهم سلمة لماذا خرجتم دفعة واحدة لقد أخفتموني فقال لها العدد أربعة حدث خلاف بيننا فقد كنا نبحث عن مكان نجلس فيه فقالت سلمة حسنا لا تحزنوا سوف أساعدكم وأرتبكم على خط الأعداد فقال لها العدد عشر وما هو خط الأعداد يا سلمة؟ قالت له هو خط مستقيم مقسم إلى مساثات متساوية يقصل كل عدد عن الآخر ويحدد من يأتي أولا أو ثانيا من الأعداد لكل عدد منكم مكانه الخاص لذا لكي لا تتشاتروا مرة ثانية بعد اليوم فرح الأعداد وقالوا حسنا يا سلمة من يأتي أولا على خط الأعداد؟ قالت العدد صفر فقالوا لها لماذا؟ فقالت لأنه أصغر الأعداد هيا يا صفر اجلس مكانك على خط الأعداد ثم من يأتي؟ واحد ثم اثنان ثم ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة ثم ستة سبعة فمانية تسعة عشرة جلس الأعداد على خط الأعداد وفرحوا وغنوا وقالوا إننا نعيش على خط الأعداد جاء العدد أربعة وقالت أين أنا يا سلمة على خط الأعداد؟ فقالت له أنت العدد التالي للعدد ثلاثة وأنت العدد السابق للعدد خمسة فأنت تقع بين الثلاثة والخمسة ثم جاء العدد ستة وقالت أين أنا يا سلمة من خط الأعداد؟ فقالت أنت العدد الأصغر للعدد خمسة والعدد الأكبر للعدد سبعة فأنت تقع بين الخمسة والسبعة أكذا أحباي الصغار فرح الأعداد وغنوا شودتهم الجميلة أما الآن أحباي الصغار سأرسل لكم برقة عمل أرجو أن تحلوها إلى اللقاء